رفضت عائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال وفي مقابر الأرقام في بيان لها قرار محكمة الاحتلال العليا الذي يعطي صلاحيات للقائد العسكري في جيش الاحتلال باحتجاز جثامين أبنائهم بغية استخدامها كورقة مقايضة مقابل الجنود الأسرى لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة مطالبين المؤسسة الرسمية بالوقوف في وجه هذا القرار إجراء انتقامي من عائلات الشهداء الفلسطينيين بل هو انتقام من الشهداء أنفسهم هذا ما تسعى إليه حكومة الاحتلال بقراراتها العنصرية إذ أصدرت قرارا بمحكمتها العليا يتمثل بإعطاء صلاحيات لما يسمى بالقائد العسكري في جيش الاحتلال باحتجاز جثامين الشهداء لاستخدامها كورقة ضغط مقابل إطلاق صراح الجنود الأسرى لدى المقاومة في قطاع غزة قرار المحكمة الإسرائيلية العليا يوم أمس يؤكد ما ذهبنا إليه دائما أن هذه المحكمة هي الضراع القضائي أو القانوني لسلطات الاحتلال أو لدولة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة هذه المحكمة محكمة مسيسة وقراراتها جميعها مسيسة ونحن لا نثق بها ولا نثق بقراراتها لأنها في الأساس وجدت من أجل إيجاد مبررات سياسية في الأساس للتغطية على جرائم الاحتلال الإسرائيلي وقولبت القانون بالشكل الذي تراه مناسبا من أجل إيجاد هذه التبريرات بشكل دائم لاستمرار الاحتلال والتغطية على الجرائم وزارة الخارجية الفلسطينية أدانت في بيان لها قرار محكمة الاحتلال معتبرة ذلك إثبات آخر على أن ما يدعي الاحتلال بأنها منظومة قانون ليست سوى منظومة عنصرية تبني قراراتها وقوانينها بناء على إملاءات حكومة الاحتلال والتي اعتبرت في قرارها الأخير أن الجثامين تشكل خطرا عن المنظومة الأمنية للكيان هذه المحكمة التي جاءت كجلسة إضافية بحضور سبعة أو مشاركة سبعة قضاء هيئة قضائية كاملة والحالات التي يكون فيها عقد جلسة بهذه القضايا هي القضايا أو الحالات التي يتمسأ من دولة الاحتلال فالسؤال ما يمكن أن يشكل موضوع الجثامين الشهداء بمس دولة الاحتلال أو أمن دولة الاحتلال ولا يمكن أن يكون حق العائلات باستداد جثامين أبنائهم هو قابل للتفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي من أي جهة كانت محكمة الاحتلال بقرارها هذا تثبت مجددا أنها بعيدة كل البعد عن القوانين الدولية وتنتهك بشكل صريح اتفاقية مناهضة التعذيب الصادرة عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة من مدينة رمال المحتلة حمد حسين